موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها الحكومة الموريثانية تقدم مساعدات لضحايا العواصف في ولاية البراكنا وأحزاب سياسية تعلن التضامن مع الأسر المتضررة موسيقى الرئيس الموريتاني يشارك في أعمال طاولة مستدرة دولية منظمة بالعاصمة فاريس من طرف جمهورية تشاد موسيقى الرئيس السنغالي يجدد الثقة في الوزير الأول لتشكيل حكومة جديدة بعد يوم من تقديم الحكومة السابقة استقالتها موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة قدم وزير الداخلية والمركزية أحمد دول عبدالله التعازية لضحايا العاصفة التي شهدتها مقاطعة بوكي بولاية البراكنا وأسفرت عن عدد من القتلى والشرحة إضافة إلى بعض الخسائر المادية وحسب الوكالة الموليتانية للأنباء فإن الوزيرة قدم بعض المبالغ المالية وصفتها بالهامة للأسر المنكوبة بالقرى التابعة لبوكي هذا وقد كانت عاصفة مصحوبة بأمطار شهدتها ولايتها البراكنا والعصابة قد تسببت في سقوط عدد من القتلى والشرحة كما خلفت بعض الأضرار المادية وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها إن عدد القتلى خلال العاصفتين وصل خمسة عشر قتيلا تسعة منهم في ولاية البراكنا وواحدا وأربعين جريحا إثنى عشر منهم حالتهم بليغة نتابع تفاصيل في التقرير التالي ريح عاصف وزوابع هوجهاء تضرب مناطق مختلفة من ولايتين العصابة والبراكنا في الشرق الموريتاني الحصيلة التي أصدرتها وزارة الداخلية الموريتانية بلغت حتى الآن خمسة عشر متوفا منهم تسعة في ولاية البراكنا والستة في ولاية العصابة وشرح واحد واربعين شخصا من بينهم اثنى عشر جريحا جراحهم بليغة نقل منهم أربعة لنواكشوت والبقية يتلقون العلاج في المستشفيين الجهويين في ألاك وكيفا بينما كانت جراح تسعة وعشرين منهم خفيفة وقد تلقوا العلاج إضافة إلى انهيار العديد من الأبنية والمساكن بالمناطق التي طالتها العواصف حسب بيان الداخلية الموريتانية لم يبقى للمتضررين مأوا يلجأون إليه بعد أن انهارت أبنيتهم وسقطت مساكنهم على رؤوسهم مخلفة عشرات الضحايا ولم يبقى من معالم الذين رحلوا وآذارهم إلا أطلال شاهدة على الحياة ما قبل العاصفة وإلا أعنز ترتعي في دمن عفت بعد رحيل ساكنتها ويطالب السكان الذين بقوا على قيد الحياة في هذه المناطق المنكوبة يطالبون الجهات المعنية بالتدخل الفوري إيواء وتموينا وتعزية بذات السياق أصدرت عدد من الأحزاب السياسية الموريتانية بيانات عبرت فيها عن تضامنها مع عدو ضحايا العواصف بولاية البراكنا والعصابة قد انتقدت بعض الأحزاب السياسية ما سمته ضعفة ومحدودية وسائل التدخل في حالات الطوارئ لدى أجهزة الحماية المدنية التفاصيل في هذا التقرير تتابعت ردود فعل الأحزاب السياسية ومنظمات هيئة المجتمع المدني الموريتاني عن العواصف العاتية التي ضربت مناطق متفرقة في ولايتي العصابة والبراكنا والتي أدت إلى سقوط أزيد من 15 قتيلا وعشرات الجرحة وأدت إلى تشريد عشرات الأسر في هذا الإطار انتقد حزب التنوب الديمقراطي الموريتاني تعاطي رأس النظام مع ما وصفها بالكارثة حيث لم يكلف نفسه عناء الوقوف على حجمها وندد الحزب بصمت النظام وتجاهله لتلك الكوارث وعدم توفيره لوسائل التدخل السريع في تلك القرى مما زاد الأمور تعقيدا ورفع الحزب تعازيه إلى كل أسر الضحايا داعيا للمولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يمنى بالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين الحزب دعا كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل من أجل مؤازرة سكان المناطق المنكوبة والتخفيف من معاناتهم من جانبه عبر رئيس حزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم باسمه وباسم أطر ومناضلي وأنصار الحزب عن صادق تعازيهم القلبية لأسر الضحايا وإلى كافة الشعب الموريتاني إثر ما وصفها بالفاجعة الأليمة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل من جانبه أدان ضعف ومحدودية وسائل التدخل في حالات الطوارئ لدى أجهزة الحماية المدنية داعيا في بيان صادر عنه إلى تطوير أجهزة الإنذار المبكر ضد الكوارث وقدم الحزب تعازيه لأسر وذوي ضحايا العاصفة في ولايتي براكنا والأصابة مطالبة للسلطات المحلية وكافة أجهزة الدولة بتدخل الفعال والسريع لإسعاف ونجدة المتضررين ووجه الحزب قياداته المحلية ومناضليه في المناطق المتضررة من أجل أن تقف مع المواطنين ولتتخذ كل ما يلزم للتخفيف من معاناتهم من دعم وإسناد وصل الرئيس المورتاني محمد العبد العزيز العاصمة الفرنسية باريس حيث سيشارك في أعمال طاولة مستدرة دولية منظمة من طرف جمهورية تشاد وقد رافق الرئيس وفد ضم مدير الدوان وبعض المستشارين والمكلفين بمهام في رئاسة الجمهورية فيما لم يرافقه أي من وزراء الحكومة كلف الرئيس السنغالي ماكيسال الوزير الأول محمد بون عبدالله ديون بتشكيل حكومة جديدة بعد يوم من تقديم الحكومة استقالاتها بعد أزيد من شهر على إجراء انتخابات تشريعية حصل فيها لإتلاف الداعم للنظام على أغلبية المقاعد البرلمانية ويشغل محمد بون عبدالله ديون منصب الوزير الأول بالسنغال منذ شهر يوليو عام 2014 حيث خلف الوزيرة الأولى السابقة أمينة توري إذ رأى خسارتها في الانتخابات البلدية أعلنت حكومة أتوغو عن مسودة لتعديل دستوري مرتقب لم يحدد وقته سيتشمل مؤمريات رئيس الجمهورية والنظام الانتخابي في البلاد ويتزامن إعلان الحكومة عن مسودة لإجراء تعديل دستوري مع خروج المعارضة إلى الشارع للمطالبة بفتح الباب أمام التناوب السلمي على السلطة وتحديد مؤموريات رئيس الجمهورية متابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الحكومة التوغولية تعلن عن مسودة لمشروع تعديل دستوري الرابع عشر أكتوبر عام 92 تسعمائة وألف خصوصا ما يتعلق منه بالمواد الثانية والخمسين والتاسعة والخمسين والستين المتعلقة بمؤموريات الرئيس غير المقيدة وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء التوغولي إن التعديل الدستوري سيشمل بالأساس تحديد مؤموريات رئيس الجمهورية والنظام الانتخابي في البلاد وعبر البيان عن سعي الحكومة إلى تعزيز الحفاظ على مناخ يسوده السلام والاستقرار سعيا إلى التمكن من الاستجابة لانتظارات الشعب التوغولي من خلال تحسين ظروف الحياة العامة ويرتقب أن تتزامن عودة البرلمان التوغولي من عطلته وبدء نشاطاته الرسمية خلال الثلاثاء الأول من شهر اكتوبر القادم مع الاستعداد لإجراء تعديلات دستورية لم تشهد البلاد منذ ربع قرن من الزمن ويأتي قرار الحكومة التوغولية إجراء تعديل دستورية في وقت أعلنت فيه عدد من أحزاب المعارضة عن العودة للشارع يومي السادس والسابع سبتمبر للمطالبة بتعديل الدستور من أجل تحديد مأموريات رئيس الجمهورية فورنيا سينجبيه الذي انتخب لمأمورية ذارذة عام 2015 ويحكم البلاد منذ عام 2005 حيث خلف والده يادي مانيا سينجبيه الذي تولى الرئاسة لمدة ثمانية وثلاثين عاما وكانت المحكمة فيلومي قد أدانت قبل أيام بالسجن 12 شهرا 14 معتقلا سياسيا على خلفية مشاركتهم في مسيرة خرجت بالبلاد في التاسع عشر غسطس تدعو إلى فتح الباب أمام التناوب السلمي على السلطة فيما حكمت بالسجن 18 شهرا على الأمين العام للحزب الوطني توغولي كوسي ساماه الذي نظم حزبه المسيرة وقد أعلنت عدد من أحزاب المعارضة عن توحيد الجهود والتعبئة من أجل فرض تناوب سلمي على السلطة ينهي حكم أسرة نياسينجبيل قائمة منذ نصف قرن من الزمن صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بفرض عقوبات على من يعرقلون مسار تطبيق اتفاق المصالحة الموقع بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية عام 2015 وينص القرار على فرض الحضر وتجميد أصول الأفراد والجماعات التي تتولى عرقلة السلام في مالي تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار اقتراحة فرنسا يقضي بفرض عقوبات على من يعرقلون تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الموقع في العاصمة باماكو بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية وتتضمن العقوبات فرض حبر السفر وتجميد أصول الأفراد والجهات التي تعرقل مسار السلام في البلاد وهو المطلب الذي تقدمت به الحكومة المالية خلال شهر أغسص الماضي إلى مجلس الأمن وتتبادل الحكومة المالية والحركات الأزوادية التهمة بشأن تحمل المسؤولية إزاء تعثر تطبيق الاتفاق الذي ترعاه دولة الجزائر ويتزامن القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي مع حول لذكرى رابعة على تول الرئيس المالي إبراهيم بكر كيت السلطة في البلاد وسط انتقاد من المعارضة لمستوى أدائه في الملفات الكبرى الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ويشكل الأمن الهاجس الأولى لدى الماليين وقد عرضت الأسابيع الماضية عمليات اختتال بين بعض الأطراف الموقعات على اتفاق السلم والمصالحة كما تتواصل الهجمات في شمال ووسط البلاد التي تشمل مقرات البعثة الأممية كما تستهدف القوات الأممية في البلاد وعناصر الجيش المالي ويأتي هذا القرار على بعد عام من موعد الانتخابات الرئاسية وبعد أسابيع من إلغاء كيت مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به والذي ينص على استحداث مجلس للشيوخ ومحكمة للحسابات وهو المشروع الذي رفضت المعارضة وعبأت ضده ويبدي بعض المتابعين مخاوفه من أن يدفع القرار الأممي الجديد باتجاه توسيع هوة الخلاف بين الحكومة المالية والحركات الأزواذية الموقعة على الاتفاق بدل السعي إلى فرض تطبيقه أجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلا وزاريا شمل 13 وزارة و7 كتاب دولة ويعتبر هذا التعديل الأول بالنسبة للشاهد منذ وصوله منصب رئيس الوزراء قبل نحو عام ويرتقب أن يمثل أمام البرلمان سعيا إلى الحصول إلى حصول حكومته على الثقة وسط مخاوف من عدم الحصول على ذلك ودخل البلاد أزمة سياسية أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الأربعة عن القيام بتعديل وزاري واسع وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قررت إجراء تعديل على تركبة الحكومية الحالية وقد عين الشاهد وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ليخلف الجامعي فرحات الحرشاني فيما استبدل وزير الداخلية الهاد المجذوب بلطف إبراهام وابراهام هذا سبق أن كان آمرا للحرس الوطني بحسب وسائل إعلام تونسية وسبق أن تولى شلقوم الزبيدي مناصب في حكومات في ظل رئاسة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة التونسية في 2011 والزبيدي الذي عين وزيرا للدفاع بعد سقوط بن علي بقي في منصبه من 2011 حتى 2013 لكنه رفض بعد ذلك البقاء في الحكومة إثر الأزمة السياسية الناجمة عن اغتيال المعارض اليساري شكر بلعيد في السادس من شباط فبراير 2013 وشمل التعديل عشرين حقيبة حكومية منها ثلاث عشر حقيبة وزارية وسبع حقائب كتابة دولة ويعد هذا التعديل الأول منذ وصول يوسف الشاهد للمنصب قبل نحو عام علما أنه يأتي بعد تأجيل استمر لأسابيع بسبب مفاوضات بطيئة بين الحزبين الرئيسيين حركة النهضة الإسلامية وحزب نداء تونس حول الحقائب الوزارية ورأت النهضة اللامبررة لتعديل شامل فيما دعا نداء تونس الذي ينتمي إليه الشاهد إلى تعديل شامل وعميق وإعادة هيكلة تركيبة الحكومة ومن المنتظر أن يمثل الشاهد أمام البرلمان لنيل الثقة بعد إعلان حكومته ومن الضروري أن يحصل الشاهد على أكبر تأييد قبل الوصول للبرلمان لأن عدم الحصول على الثقة يعني دخول البلاد في أزمة سياسية حادة وكانت وسائل الإعلام والأوساط السياسية تتكهن منذ عدة أسابع بالحقائب المعنية بالتعديل ومطالب مختلف الأحزاب ويأتي الإعلان بعد مداولات جرت مع أحزاب سياسية ومنظمات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية تونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية احتجت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين أمام مقر وكالة غوثي وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا بقطع غزة للمطالبة بتحسين الخدمات المقدمة للاجئين بالقطاع وقالت اللجنة إن الوكالة تتحمل مسؤولياتها إذا توفر الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين من توظيف وإغاثة وفقا للوظيفة التي أنشئت من أجلها عام 48-900 ألف نتابع دعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين المشكلة من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة دعت وكالة غوثي وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى تحسين خدماتها المقدمة للاجئين بالقطاع وطالبت اللجنة في وقفة احتجاجية نظامة الأربعاء أمام مقر الوكالة في غزة دعت إلى زيادة الخدمات المقدمة للاجئين ورفع عدد المعلمين في مدارس الوكالة وقال محمود خلف عضو اللجنة على الأونروا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه توفير الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين في القطاع من توظيف وإغاثة وفقا للوظيفة التي انشئت من أجلها بقرار أممي عام 48-900 ألف وأضاف كلمة له على أهمش الوقفة نتوجه اليوم برسالة إلى بيار كريمبول المفوض العام للأمم المتحدة الذي يزور القطاع غزة حاليا من أجل حال العديد من الاهكارات المتعلقة بخدمات الأونروا تجاه اللاجئين واعتبر خلفا أن احتجاجات غزة لهذا العام للولائف الشاغلة لدى الوكالة الأممية تبلغ 349 وظيفة 286 منها لقطاع التعليم لكن ما أقرت في الوكالة خلال العام لا يتعدى 250 وظيفة وعبر خلف عن امتعاضه من عدم وفاء الأونروا بالعدد المتفق عليه للطلبة داخل الفصل الواحد في المدارس التابعة لها كما نصت عليه اتفاقية عام 2015 مطالبا الوكالة بالالتزام بنهج الدراسي الخاص بوزارة التعليم الفلسطينية دون زيادة أو نقصان حتى لا يتم فتح المجال أمام تغيير بعض المصطلحات الخاصة بالهوية الوطنية على حد تعبيره وتقول وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين في غزة أن نشاطها في القطاع يعتبر أكبر ميدان عملياتي حيث تتوفر على 12800 موظف و260 منشاء وتضيف الوكالة أنها تواجه زيادة كبيرة في الطلب على خدماتها بسبب النمو المتزايد لأعداد اللاجئين الفقراء المسجرين لديها وتؤكد وكالة أن الاحتجاجات الناجمة عن نمو أعداد اللاجئين فاقة الدعم المالي الذي تترقاه داعية جميع الدول الأعضاء إلى العمل بشكل مشترك من أجل بدل الجهود التي منشانها دعم ميزانيتها للعام 2017 رياضيا في هذه النشرة حقق منتخب المرابطون نجاحات توصف بالكبيرة خلال السنوات الأخيرة حيث قطع خطوات متقدمة في مجال الترتيب العالمي للمنتخبات كما تمكن من الفوز على عدد من المنتخبات الإفريقية البارزة نتابع التفاصيل في هذا التقرير طيلة السنوات الخمس الماضية حقق المنتخب الوطني المرابطون إنجازاً وعلى سهمه في حقل منتخبات القارة السمراء فمع العجوز الفرنسي باتريس نفاه خرج ابن دكة البدلاء أنذاك بسام وقضى على أحلام أسود الترنجا وتربع على قلوب كل الموريتانيين وصل ابن العميد لكسر وأكمل شق الحكاية في بطولة الشان أنذاك بأهداف رائعة كانت بمثابة وضع الأساس للمرحلة القادمة اليوم وبعد مرور خمس سنوات على تلك الحادثة جاء الدور على المشاكس والقناص المنسي ولعب الخبراء قرامو قوموس الذي أعاد إلى الأذهان حكاية ابن العميد لكسر حين كان نسياً منسياً على بنك الاحتياط أيام باتريس نفاه وأطلق آخر رصاصة نحاس على الماليين فعلى دخان الخيبة في سماء باماكو والتي كانت تحلم بالعبور فهم بعد لقاء الذهاب هنا في ملعب شيخة بيديا عابرون عابرون باقلي كما تناديه أمه وهو في صغره جلس كثيراً خلف المهاشم أدمباه ينتظر فرصته حتى دخل بديلاً وكان منتخبه متعادلاً فأعاد الأمل من جديد وسجل في أول لمسة له هدف في مرمى بلد البافنا بفنا بقي عالقاً في أذهان كثيرين إلى يومنا هذا المنعرج الآخر في سير عملية المنتخب صوب القمة تكفل به اللاعب ديكو كما يلقبه سملائه وقضى على منتخب بوتسوانا الذي لم يشفع له وجود رئيسه في المقصورة الرسمية وكانت تلك هي البداية الفعلية للفوز خارج الديار تنوعت إذن محطات المنتخب الوطني طيلة هذه السنوات صعدت أسماء هبطت أخرى ضاعت نقاط تبخرت آمال لكن في كل محطاته أمتع كثيراً واشتهد كثيراً فوصل أخيراً إلى هنا مشاهدين الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها الحكومة الموريتانية تقدم مساعدات لضحايا العواصف في ولاية البراكنا وأحزاب سياسية تعلن التضامن مع الأسر المتضررة الرئيس الموريتاني يشارك في أعمال طاولة مستدرة دولية منظمة بالعاصمة فاريس من طرف جمهورية تشاد الرئيس السنغالي يجدد الثقة في الوزير الأول لتشكيل حكومة جديدة بعد يوم من تقديم الحكومة السابقة استقالتها يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامش القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهراتية على الشاشة دونتم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى